موسيقى رياضي المفصلة من الميدين السلام عليكم كيف تفادت تونسي صالح المجري مواجهة اللاعبين الاسرائيليين في اطار دور ابطال اوروبا لكرة السلة خض فريق ريال مدريد الاسباني مباراة الذهاب ضد مكابي تل ابيب الاسرائيلي وبرغم اعتذار اللاعب بلبقة عن المشاركة تساءلت صحيفة الجمهورية التونسية هل اجبر الريال المجري على التطبيع الرياضي وكيف سيتصرف عندما سيسافر الى اسرائيل لخوض لقاء الاياب تجدر الاشارة الى ان الدستور التونسي الجديد لا يتضمن مادة تجريم التطبيع ما يفتح البابا امام تساؤلات عديدة اقامة مباراة كرة قدم وديات قد تكون سبيل الانجعة للمصالحة بين بيركوت ويورو ميدان ولمكافحة الشغب في اوكرانيا بهدف تقريب وجهات النظر بين السلطة والمعارضة قدم رئيس نادي دينامو كييف بهذا الاختراح عرض باركه الرئيس الاوكراني فيكتوريا نوكوفيتش وقبيلة المعارضة المسمات يورو ميدان اما بيركوت او جهاز مكافحة الشغب في الشرطة المحلية فاشترط على المتظاهرين الهدوء وتوقف عن الاستفزاز لقبول الفكرة خطوة تقي من البرد القارسي والاجواء الملتهبة في الشارع على حد قول الشرطة بهدوء ان امتص الشارع الرياضي المصري تهديد الفيفا اتحاد كرة القدم بتجميد النشاط بانتظار عرض وزير الرياضة للقانون الرياضي الجديد والرد على تعديلات فيفا قبل الخامس من الشهر المقبل لتبقى الكرة المصرية بين مترقة تدخلات طاهر ابو زيد وسندان التغييب عن المشاركات الخارجية تقرير يلقي الضوء حملت رسالة الاتحاد الدولي الى نظيره المصري تهديدا واضحا باقاف النشاط الكروي التدخل الحكومي في شؤون الاندية والدفاع عن حقوق الاندية ابرز النقاط المطالب دوليا بتعديلها قبل الخامس من الشهر المقبل فيه اندية كتير محلولة اتحل مجلس اندارتها لكن ما حدش جاب سيرتها في الخطاب فهي ترد على كل حالة من الحالات اللي ذكرت في الخطاب ده مدته خلصت ده مدته مخلصتش فكل حاجة تترد حسب الحالة دفسيها تهديد الفيفا للجبلاية جاء في اعقاب تلقيه شكوى رسمية من النادي الاهلي شرح فيها الازمة مع ابو زيد قبل تدخل رئيس الوزراء الخروج من الازمة ان هناك دولة وهناك وزير رياضة هو صاحب الرأي الاول والاخير مجلس الوزراء دلوقتي بيحقق في الموضوع والله حيشوف النادي الاهلي من حق انه يتحول للقضاء حيحول القضاء مش من حقه يتحول القضاء وسبق لوزير الرياضة ان حل مجالس ادارات الزمالك والترسنة والترام وعين لجنة مؤقتة لنادي الشمس وينتظر ان يعرض يوم السبت المقبل في مؤتمر صحفي بنود قانون الرياضي الجديد المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لنظيره المصري واضحة وكثيرون يرون ان الحل الانسب هو تعديل امور لجنة الاندية ورفع التدخل الحكومي بشكل كامل بين سلطة الفيفا ومصالح الجبلاية يسأل الجمهور اين ستكون الكرة المصرية بعد ذلك سمي الشناوي القاهرة المياد في اسبانيا ضغط لعب الريسينج سانتندير فاقير مجلس الادارة برئاسة انخي لابن جمعية المساهمين في النادي عينت مجلسا جديدا برئاسة لعب وسط الفريق السابق توتو سانيودو قرار وحل المجلس اتى على خلفية مقاطعة الفريق لمباراة ربع نهائي الكأس امام مضيفه ريال سوسيداد مقاطعة كانت بسبب عدم تقاضي العاملين رواتبهم فرحة اللاعبين بقرار الاقالة عكرتها قرارات لجنة المسابقات بالاتحاد الاسباني فقد حرم النادي من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة الكأس وسيغرم بثلاثة الاف يورو بالبراءة حكم قاد المحكمة في باريس على نجمي متخب فرنسا كاريم بنزيمة وفرانك ريبيري بعد اتهامهما بممارسة البغاء مع فتاة قاصر شبح التهمة لاحق اللاعبين بل اللاعبين منذ صيف 2010 لم ينكر الثنائي ما قام به لكنهما اكدا للقضاء ان الفتاة لم تكشف عن عمرها الحقيقي القادي لم يجد اي ادلة تؤكد معرفة بنزيمة وريبيري عمر الفتاة التي تطلق على نفسها اسم زهية هذا ولم يحضر اي من اللاعبين المحكمة بعدما كان مهددين بالسجن ثلاثة عوام اضافة الى دفع غرامة مادية سوق الانتقالات الشتوية اختتم على وقع صفقات مهمة لللاعبين العرب برغم قلتها توسع مغربي وجزائري ومصري باتجاه ابرز الاندية واغلى عقد وقعه الفرعون الصغير اطحى المصري محمد صلاح اغلى اللاعبين العرب في البطولات الاوروبية الفرعون الصغير انتقل الى تشلس الانجليزي مقابل 13 مليون يورو قادما من بازل السويسري اختبار حقيقي يواجه صلاح ليكون اساسيا في تشكيلة البرتغالي جوزي مورينيو اللاعب السابق للمقاولون العرب سيتنافس مع البرازيليين اوسكار وويليان والبلجيكي ايدن هازارد في هجوم النادي اللندوني محمود عبدالرزاق انتقل من اردي الكنانة الى ملاعب اوروبا لعب الزمالك المعروف باسم شيكابالا سينضم الى سبورتينج لشبون البرتغالي لخمس سنوات الفهد الاصمر سيحمل الرقم سبعة الذي ارتداه سابقا كريستيانو رونالدو عادل تعربت ودع الملاعب الانجليزية بعد تجربتين فشلتين مع كوينس بارك رينجرز وفولام الوجهة الجديدة للمغربي هي ايسي ميلل الايطالي على سبيل الاعارة سيخضع تعربت لاختبار حقيقي مع ارق الاندية العالمية وسيكون مطالبا بإنال ثقة المدرب الهولندي كلارين سيدورف لحجز مكان له في تشكيلة الاساسية نوردين مرابط اختار ملقى الاسباني عوضا عند كتب دلاء غلطة سراي التركي لعب اصد الاطلس سيجاور معطنه مونير الحمداوي في هجوم النادي الاندلوسي قلب زكريا لبيت صفحة لشبون البرتغالي وعاد الى هولندا مع فيتاس لعب ايندهوفن الاسبق عد مشوره البرتغالي صفحة سوداء وامل استعادة الثقة مع فريقه الجديد جزائريا واصل جمال مصباح تنقلاته بين الاندية الايطالية متعاقدا مع بارما بالاعارة الحسن يبدأ وقع كشوفات اودينيزي اتيا من جراندا الاسباني وقرر كارل مجان الانتقال من احتياط مونكو الى صفوف فالنسيا معارا ايضا الجزائريون يتطلعون لتحسين عروضهم املا بدخول حسابات مدرب الخضر وحيد خليلوزيتش في مونتيال لبريزيل التونسي ايمان عبد النور سيعزز خط دفاع مونكو معارا من تولوزا مدافع النجم الرياضي السحل الاسبق قد يبقى مع فريق الامارة في حال ثبت قدميه بعرض قد يصل لحوالي 15 مليون يورو الساعة الاخيرة قبل اقفال باب الانتقالات الشتوية سيدو كيتا ينضم الى فريق فالنسيا الاسباني النجم المالي انتقل على سبيل الاعارة من نديه داليان اربن الصيني مع احقية البقاء موسما اضافيا التجربة الاسبانية ليست الاولى للاعب الوسط فقد سبق له ان ارتدق ميص برشلون واشبيليا كما جال على انديات فرنسيات عديدة من بينها لوريان ومرساي والانس عندما يغمض انسان عينيه يفقد قدرته على تحديد ما حوله فكيف التحكم بكرة والتلاعب بها بول بوكبال موهبة الصعدة عصب عينيه بيديه وفجأ الجميع بقدرات فنية قل نظيرها تهدت الكرة على قدميه وكأنه يراها كوادو السمواء اكد صعوبة ما قام به لاعب منشستر يونيتد سابقا حوال مرات عديدة تقليد الفرنسي ولكن من دون جدوى نتوقف الآن مع مايك شلهوب ومختارات من الصحف العربية والعالمية شكرا واهلا بكم في جولة على ابرز عنوين الصحافة العالمية البداية مع صحيفة اسل اسبانية وقد عنوانات الازمة وصلت الى كرة القدم اليومية المدريدية نقلت حزن لاعبير سينك سانتندار على عدم مشاركتهم في المباراة لكنهم توصلوا الى هذه النتيجة لكونهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ اشهر عديدة دائما مع الصحف الاسبانية وننتقل الى مواطنتها ماركا حيث وضعت على غلافها كلام لاعب الريال مدريد سارخ يوراموس ومفاده هذا الجيل يستحق لقب دوري الابطال المدافع وفي ذكرى ردائه القميص الملكي للموسم العاشر عبر عن حلمه بالتتويج بالكأس الاوروبية ووصفها بشوكة يجب انتشالها دائما مع صحيفة نفسها ونقلت عن جاريث بيل موظبته على تعلم اللغة الاسبانية انا مدريدي هذه اول جملة تعلمها الويلزيو في دروسه الخصوصية بعدما واجه صعوبة في التواصل مع زملائه وجمهوره داخل الفريق وخارجه من اسبانيا ننتقل الى الصحافة الفرنسية وتحديدا مع الليكيب حيث عنونت مدربون انبي اي اختار الثنائي الفرنسية توني باركر ويوكيم نواه للمشاركة في مباراة كل النجوم باركر افضل لاعب في اوروبا سيرتد قميص المنطقة الغربية للمرة السادسة فيما سيشارك لاعب شيكاغو بولز للمرة الثانية دائما مع صحف الفرنسية وننتقل الى مواطنتها لباريزيا حيث عنونت عن عمر عامين بعد المئة التحدي الجديد لروبير مارشون التقدم في السن لم يثني الفرنسية عن المثابرة على تخطيم الارقام القياسية مارشون سيحاول قطع خمسة وعشرين كيلو مترا في غضون ساعة واحدة السباق سينطلق اليوم بعدما اكد الرياضي العجوز انه يتمتع بصحة جيدة ونهاية نختم جولتنا الصحفية من ايطاليا مع صحيفة توتو سبورت فقد عنونت اوزفالدو مهاجم اخر ليوفنتوس ادارة سيد العجوز دفعت 400 الف يورو لنظيرتها في ساوث هامتن اضافة الى المكافآت بحسب نتائج اللعب يوفنتوس وضع بند يسمح له بشرائه نهاية الموسم بقيمة عشرين مليونا الى هنا نأتي الى ختام جولتنا والان عودة الى متابعة النشرة شكرا لك مايك تاريخ اسطورة كرة القدم البرتغالي اوزيبيو دا سيلفا فريرا في فيلم وثائقي بعد اقل من شهر على وفاة الفهد الاسود قصة حياته في مشاهد فيلم برتغالي تاريخ اسطورة اسم الفيلم المنتظر عرضه في النصف الثاني من هذا العام يتضمن تصريحات الملك وحقائق تاريخية عنه ومحطات في حياته المهنية والشخصية المخرج البرتغالي الفرنسي فليبي اسينس هاو توقع نجاحا باهرا للوثائقي الذي بدأ تصويره منذ ثلاث سنوات لكن وفاة اوزيبيو ارجاءت العرض مع هذا الخبر ننهي رياضية المفصلة شكرا للمتابعة وسلام عليكم